اكدت سيدة بدري الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اكدت ان اندية الرعاية النهارية للمعاقين الذين تزيد اعمارهم عن 18 عاما اثبتت جدوها لدى الكثير من اولياء الامور ما يؤكد المسعى السليم لدى الوزارة في هذا الشام من جانب الاخر قال تلجي في تصريح لمركز الاخبار ان الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لديها عشرة اندية نهارية خاصة برعاية كبر السن مشيرة الى العمل على توسيعتها خلال العامين المقبلين بالنسبة حق المعاقين طبعا احنا فتحنا اندية اللي هو نادي سلوى حق المعاقين اللي بعد العشرين سنة اللي ما يستوعبهم المراكز التأهيلية الى مع عمر خمسة واربعين سنة فعندنا مركزين نهاريين في المراكز الاجتماعية وهذه المراكز اللي اندية سلوى كثير ريحت الاهالي بان اطفالهم بعد ثمانت عشر سنة وبعد العشرين سنة يجدون رعاية اخرى متواصلة لدينا دارين اللي هو اقامة دائمة والحمد الله على الرغم من ان الطاقة الاستيعابية كبيرة لان دائما فيه ماكن فاضية لان فيه وحدات متنقلة وزارة الصحة عندها عشر وحدات متنقلة حق تقديم الخدمات حق المسين في منزلة بالاضافة لان الوزارة مع مواسطة المجتمع المدني فتتحت عشر اندية نهارية تقدم فيها كل الخدمات المتكاملة حق كبار السن وهناك ان شاء الله في توسعة في هذه الاندية النهارية في عام 2016 و2017 ترجمة نانسي قنقر